أسبوع كان حافل وكان كتير مؤلم وكان كتير يعني صعب على النمسا صعب على النمسا السفلة مع الأسف الرحمة لها ضحايا اللي ذهبوا هن تقريبا خمس أشخاص وفيه الآلاف اللي اضرروا واللي صار فعلا عندهم يعني كتير يعني خلينا نقول يعني أضرار أضرار بالغة للغاية أضرار بالغة أضرار كارثية بصراحة أضرار كارثية اللي صارت أخبار كتير عشرات الأخبار اللي نشرناها عشرات الأمور اللي صارت إجراءات متعددة من الحكومة النمساوية يعني صارت بهذا الخصوص قمم مساعدات يعني تفاصيل تفاصيل كتير لقد في قمة على مستوى الاتحاد الأوروبية للدول المتضررين بالميني الشيك واسلوفاك بولندا رومانيا برضو متضررين مع النمسا يعني مرحلة مرحلة صعبة كتير بصراحة كانت وحاليا طبعا في فيينا مظاهرات يعني إضراب من أجل المناخ النمسا تشهد احتجاجات بالتزامن مع الفيضانات فيينا كراتس لينز أعتقد كمان في عندهم مظاهرات احتجاجة على موضوع التغيير المناخي اللي صار طبعا المميز بهذا الأسبوع هذا أو هالكارثة مع الأسف الشديد يعني هي فعاليا مبادرة السوريين اللي قاموا بعملية الإغاثة السريعة واللي يعني فعاليا أكثر من شخص قام فيها والإعلام النمساوي كان دور كتير كبير نعم أبرزتها وسائل إعلام النمساوية يعني فعاليا كان فيه شيء صراحة مميز للغاية إنه قاموا بهالمبادرة هاي اللي فعاليا نعم يعني كتار كتار من الشباب السوريين والفلسطينيين الجالية السورية الحرة الناشط نمر النمر يعني كان فيها بصراحة رسالة كتير كبيرة كتير كبيرة للإعلام النمساوي لليمين المتشدد اللي فعاليا دائما بيحاول يسوق اللاجئين على إنهم وخوش موجودين بهذا المجتمع فعاليا مبادرة الشباب اللي قاموا فيها فعاليا هي أثبتت أنه أنه الوضع كليا غير هيك وغير الشيء اللي حاولت الأحزاب النمساوية فعاليا المتشددة أن تقوم فيها مع الأسف الشديد يعني اتناوبت العديد من الأحزاب على موضوع يعني مهاجمة السوريين بالفترة الأخيرة ولكن الكارثة المؤسفة طبعا وليس نحن بغرض أنه نحن عم نحاول نتشفى بأي أحد ولكن فعاليا أثبتت أنه أنه كل عنصر موجود بهذا البلد بما فيهم اللاجئين السوريين وغيرهم والفلسطينيين والعراقيين وواوا أنهن فعاليا رقم صعب بهذا البلد وأثبتوا أنهن بنائين وهن مفيدين وهن موجودين بالمكان والزمان المناسب وأثبتت كمان المرحلة أستاذ ممضوح يعني موضوع الكارثة واللي خسرت فيها النمسا مليارات أستاذ ممضوح لعد الآن بيقولك شركات التأمين تتوقع مليار خسائر حاكمة النمسا السفلة ويوهانا ميكا اللايتنر قالت نحتاج لسنوات لعادة الأعمار يعني شايف سيد الكريم أي كارثة أي كارثة الأكبر هل الكارثة الطبيعية أم الكارثة أم الكارثة اللي هي فعليا اللي فعليا يعني ممكن تكون مفاجئة صنعة طبيعة ما رح نقول كلام غير هيك مشان ما حدا ييجي يقولنا يعني عم تتفلسفة وعم تحكوا بس كان فيه تحذيرات في الأسبوع الماضي يمكن لو تتذكر طرقنا في النشرة نعم 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 كان فيه تحذيرات نعم من أن فيه سوء للأحوال الجوية هل تعليقك على موضوع البنية التحتية والاستعدادات هل ده بالنسبة لك كان مفاجأ أن يحدث الموضوع ده في النمسا بصراحة أثبتت أن الاستعدادات من نمسا السفلة كانت دون المستوى المطلوب الكارثة كانت أكبر بكتير مشاهد الغرق والدمار يعني كتير أمور اللي شاهدناها بصراحة كانت مشاهد يعني كتير كتير يعني بتدل على أنه فعليا النهر الدانوب والنمسا السفلة ما كانت مستعدة على ما يبدو فعلا لها الكارثة هاي بهذا الشكل وبهذا العدد الكبير يعني نعم وصابة الفين بالشلل التحين نعم يعني أربع خطوط مترو تتوقف تماما طبعا فيينا توقفت عن الحياة إلى حد ما يعني لمدة تقريبا 48 ساعة يعني مش على الحياة تقريبا المواصلات العامة باعتبار هي عصب عصب أن فيينا فعليا توقفت فبالتالي فيينا كانت مجهزة بصراحة مقابل أنه مقابل أنه النمسا السفلة كانت غير مجهزة بصراحة انهيار 20 سد طبعا الفيضان كان كبير يعني وصراحة عدد الدول الأوروبية ضررت من رومانيا بالغارق وانت جاي لتشيك سلوفاك كثير من الدول الفعليا على الخط الدانوب فعليا اضررت بشكل رهيب وفي أماكن اضررت أكثر كثير من النمسا السفلة فعليا ولكن فعليا أنا اللي بدي أقوله إنه لا يجوز على السياسة النمساوية وخاصة في فترة الانتخابات أن يبقوا المهاجر واللاجئ هو فعليا في بؤرة الاتهام اللاجئين السوريين أثفتوا أنهن فعليا رقم صعب ورقم هام جدا بهذه المعادلة والخسائر التي خسرتها النمسا وستخسرها بعد هذه الكارثة أعتقد أنها تفوق تفوق الأرقام المنفقة على اللاجئين بمئات لربما بمئات آلاف المرات بصراحة يعني اليوم نحن نتحدث أستاذ ممضوع عن مليارات خسائر مليارات مدن في مدن بقول لك حتى اليوم ما بنقدر أن نحن نوصل إلى فبالتالي بتصور النمسا النمسا تعلمت درس كتير بالغ الأهمية خاصة من موضوع أنه أنه في قدر أحيانا بيكون أكبر بكتير أكبر بكتير من السياسة ومن أطماع السياسيين أو أطماع السياسيين عفوا الديقة مثل حزب الحرية وحزب الشعب أنه هذا العنصر البشري هذا عنصر هام جدا وهذا العنصر هو اللي رح يبني والمشاكل الكبيرة اللي بتصير مثل الكوارث خسائرها أكبر بكتير أكبر بكتير من اللي ممكن يحدثها لاجئ فلاني ولا لاجئ على الثاني مرح نزيد أكتر موضوع التعوضات اللي صرحت بيها الحكومة شايف الموضوع ده ويمكن يكون كافي أو دي وقفة بما أن الاتحاد الأوروبي خصص للنمسا 500 مليون يورو أرزولة فندلين صرحت بها صحيح بالأمس والنمسا نفسها من صندوق الكوارث رفعت خيمته لغاية مليار يورو تتوقع أن الموضوع ده ممكن يكون كافي للأضرار أو حجم الأضرار لا أعتقد لا أعتقد الموضوع أكبر من هيك بكتير أستاذ مضوح بصراحة حتى حتى ما أقر في بولندا في الأمس يعني بصراحة لا أعتقد أنه كافي وأعتقد أنه بحاجة لمبالغ أكبر من هذا الشيء والأضرار الكبيرة اللي صارت خاصة على الأفراد الشركات أستاذ مضوح اليوم بالأخبار أنت 500 شركة مهددة مهددة بالوجود بالوجود يعني إنها معدد موجودة وفيه شركات خسرت ملايين ملايين آلات مصانع الخشب مصانع الورق كل المواد الغذائية كلها أطلفت يعني فبالتالي الموضوع بصراحة معقد جدا وامتحان وامتحان كبير للحكومة النمساوية المقبلة هل ممكن من الموضوع ده يزيد نسبة حزب الخضر بما أنهم بينادوا دايما نحفظ على البيئة والطبيعة وهما على طول نعم نعم من الممكن جدا زيادة في نصيب حزب الخضر نتيجة هذه الكارثة من الممكن جدا أيضا تراجع يعني لربما لا بأس به لحزب الشعب بحكم أن النمسا السفلة يعني تضررت بشكل كبير ولا أعتقد يعني كل من تضرر أنه سيكون عنده وقت أن يذهب الأسبوع المقبل للانتخابات خاصة أن شريحة كبيرة أن المتخبين هما من كبار السن